اشتركوا في القناة كل الناس اللي كانوا هون قبل آلاف السنين قصصهم اللي انحكت في ظلتها وكيف شجرة وحدة احتوت كل هذا التاريخ هاي الشجرة المباركة اللي استضل فيها أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خمس معلومات مهم تعرفوها عن هاي الشجرة المعلومة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم استضل تحت هاي الشجرة مرتين في المرة الأولى كان عمره ما بجاوز 12 سنة وكان مع قبيلته قريش في رحلة الشتاء والصيف المذكورة في سورة قريش في المرة الثانية كان عمره 25 سنة في تجارة السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنه المعلومة الثانية الشجرة المباركة أو شجرة البقيعوية مثل ما بلفظوها أهل المكان هاي الشجرة بس بتنمو في المناطق الجبلية وشجرة غير مثمرة وبتنتمي لفصيلة البطم الأطلسي قطر جذعها 90 سنتيمتر ارتفاعها يصل 11 متر تغطي مساحة 50 متر ومحيطها 283 سنتي موسيقى هون منيجي للمعلومة الثالثة تجمع مياه الأمطار في هاي البركة وبتضلها لمدة ثلاث أشهر كاملة تعطي رطوبة للمكان وبتخلي هاي الشجرة عايشة المعلومة الرابعة تاريخ هاي الشجرة برجع إلى أكثر من 1450 سنة ظلت محفوظة بالرغم من الظروف الجوية البرية القاسية وقلة الأمطار ورطوبة الجوية المعلومة الخامسة حوالين هاي الشجرة من الجهات الأربع فيه آثار مختلفة كونها تقع على طريق التجارة القديم فيه مسجد فيه آثار إسلامية وفيه آثار مسيحية بتأكد على أهمية هذا المكان ترجمة نانسي قنقر